ليس كل ما يلمع ذهبا ولا كل من يجمع الرحيقة يجني عسلا ولا كل من يطبخ القطرة يصنع حلوا قصة نجاحنا لليوم مع شخص روحه حلوة كتير أحلى من القطر والعسل دايما بمجاله سابق غيره بخطوة أسس محل صغير بساحة النبطية وسرعان ما لمع اسمه وصارت الساحة على اسمه ومين قال انه السلطان بس بعمان السلطان بلبنان بالنبطية وببيروت ما له مثيل لا بالشرق ولا بالغرب كان له الفضل الكبير بانتشار محلات الحلويات من قريته مايفادون لكتير مناطق غير استحق بجدارة أن يكون عنوين أقل ما يقال عنها أن قصة حلوة كتير قصة نجاح قصة نجاحنا لليوم مع الحاج علام جابر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك بداية حاج علام قبل الحاج علام وقبل حلويات السلطان علام جابر مين هو كيف بلش أول شيء أهلا وسهلا فيكم وبتشرفوا بيتكم تاني شيء بشكرك على هالكلمات والمؤدمة الحلوة يمكن تعطينا فيها أكتر من مستهد بدايتنا كانت بمحل صغير بالنبطية كان مفتوح في شيء بيضات وكنا بالأول نحن زبونات لكذا محل ببيروت اللي ما كان موجود منهم بنبطية كنا نسمي منهم المادة بقشطة والمادات كلها على أنواعها قبل المادة بقشطة وقبل السلطان شو كان الحاج علام يعني كيف قبل الحلويات هل أنت كان عندك هيدا الحب لهيدا المصلحة أو لأنه أنت بتحب تأكل حلو أو أنت معلميتك أو اشتغلت لهيدا المجال من هنا إجت هيدا الخبرة لا هيدا ما كنتش أنا أوك مش شغلتي أبدا ولكن كانت أنا أحبك يا الحلو أوك وكانت أنه أنا أختار المحلات اللي كنت بدي أشتري منك تضويك وتعرف وين تاكل وأنا كنت بأسف أنه تطلع مثلا بالنبطية ما كان فيها كان فيما احترامي للمحلات اللي كانت موجودة أربع محلات كانوا الحلويات اللي كانوا موجودة متشابهة كانت شبك ممورة ما تزعبت الحلويات العادية يعني العربية العديمة صحيح ما كان فيه بعد هالشغلات اللي نحنا نجيبها ومش بس نحنا كنا نحنا وأصحابنا اللي منعرفهم هنه كانوا نجيبهم فقشت الفكرة وبأصعب الظروف طبعا كانت ماذا كانت بوقت الظروف؟ في 1989 كان لبنان بتصور أنه كان بمرحلة انتقالية من الى يعني في مراهنة في 1989 عملا نحكي سياسة ولكن كان واقع كان فيه قصة العماد مشي العون قصة الوزارة التانية بالبلد وكان بلد بعده متأرجح بس بلشنا حق الإلغاء هي بإسمها كانت ببيروت وقت صارت الحرب ببيروت بالضبط لأن الناس تهجبت صحيح وقلنا بسم الله نبدأ وهذه كانت الخطوة الأولى بدأت بنفس المحل أو كانت حسب معرفة كانت عندك محل عصير قبل؟ محل العصير بوش المحل وبعدها فكرت انه انت تنتقل وتعمل محل حلوية بالضبط بس بلشت بالحلويات كم شخص كنتوا بالمحل كيف بلشت كيف كانت الانطلاقة يعني كيف في العالم وثقت بهيدا المحل بما انه تعرف بالنباطية في أسماء قدينة وعريقة كانت لخلاكم انتوا تعملوا نقل نوعية متل معرفة هو المد بأشطة بالدرجة الأولى هو هيدا الصنف أو كذا صنف هو صنف من الأصناف هلا قصة اذا بدنا نقول كيف بلشنا كانت تبليشي انا وخيي حسن كانت يعني كيف بدي قللك انه من السفر لأ من تحت السفر أول شيء هاد الشتاني الشيء انه كنت انا بدي جيب بضاعة من بيروت من أحد المحلات ويعني مثل فرانشيز اوكي انه انا جيب بضاعة خلصي الاسم تجاري ايه وجيب بضاعة وحطها اوكي وبيعها هون هلا في احد الناس اللي كنت بدي اشتري منهم بعطيت اسمه ابو الملوك ابو الملوك ببيروت صحيح بمد بأشطة مشهور بمد بأشطة ايه ايه قال لي تعي ابني احنصحك نصيحة قال لي انا بعطيك تفرق شمع بس بعطيك نصيحة انه بس تبعت البضاعة من عونيك لهون واحداث وكذا شو بدك بهالشغلة افتاح انت معمل لو كان شو ما كانت فلنش بدي افتاح معمل وانا قال لي انا بدي برك معالمين يعني علمك عصاد بلا ما يطعمك سمك فعلا قالت له قال لي انا بدي برك معالمين فعلا هاي كان جاب معالمين عرفني على معالمين من بيروت حتى الكون انسان صادق الله يطول بعمره والمعلم ابو خضر اكرم بغدادي هلا صار بديار الحق والله بديار لابعده بس يعني عجز وصار عنده مشكلة بعيونه والتاني زكريا الخرفان هادا توفى العمر الكون وفي واحد ثالث اسمه بكري يموت هادا بعده موجود اقول اللي بلشوا اسسوا بالسلطان اقول لي اهو اول واحد ابو خضر طبعا نحن وحسن بلشنا صراحة يعني يكون انا صريح جدا بهالشغلة انه ما كنا منعرف منعرف انه اكيد مناكل مناكل حلو ومنتزوق يعني انه شو ما عندنا ناكل بقى بلشنا فيها لهيدي جيبنا المعلمين وهي هون المراهنة كانة انه طلبوا معاشات معاشات قوية صحيح وانت بدك تجيبها من بيروت لهون منهم وطلسا وشغلة من نهاينة بقى قالنا بسم الله الرحمن الرحيم ويا رب يسر وفعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا اكرمنا فيها هايدي الشغلة وعطانا طبعا بالاضافة ربنا سبحانه وتعالى اضافة لذلك ما يعني النوعية الى تأثير بس بنفس الوقت انا شغلة بحب انه ضل نذكر فيها انه زبوناتنا اللي بلشوا معنا يتدوقوا ويشتغلوا هني اللي قيلهم اكبر تأثير بعترف فيها اكبر تأثير لحتى خلونا نستمر واكبر دليل على ذلك هو انه توصل السئة انه حدا يشي يقلك مثلا اكيد ما حدا معصوم عنه بغلطة صحيح صحيح بصير فيه غلطة مثلا بشغلة معينة او شي معينة يجي هزبون يشي يقلك مثلا فيه هايدي دويلة عشغلة معينة تتصلح تاني يوم او بننسى اليوم متابعة هايدي شغلة يعني بتشكرن لكل الزباين انا اللي يعني كانت بحبونا مش متل هلا بينشروع السوشال ميديا للواحد اذا اخطأ بدون يروحوا يحكوا صاحب المصلحة لا يحسن بس انا هون سؤالة كمان اللي كنت بدي اسألك هل يكفي انه نحنا جبنا معالمين وفتحنا مصلحة وبتمشي المصلحة او لا بده تعب وصهر وجهد ومتابعة من صاحب المصلحة كمان هلا هون عايد هي اللي منعلمها نحنا لأولادنا الله يحميهم ويحمي أولادكم يعني ان شاء الله بسرعانكم هنوصل لموضوع الأولاد منقلهم ياها انه البداية كانت كتير صعبة مثلا يوميا بدك تتفيق الساعة خمس الصبح بما انه انت مكان عندك شي بعد ولا عندك بدك تجيب المواد الأولية كان المعلم الصبح ايضا هنا بورقة تجيب لي كذا 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 شي من بيروت شي من صيدة شي من صحيح لانه ما كان فيه مواد أولية بالنباطية شي من حد العقبية كان المعمل العجيم يعني الفرق والعصمالية والشغلات هولا نجمعهم ونجيبهم إضافة من الأشطة أشطة بالنباطية ما كان فيه شيء اسمه أشطة نهائيا أشطة طبيعية صحيح ونجيبها من عند الرشيدة من بيروت كان هو أكثر شيء شغال وهو كان عنده معمل طبعا من الساعة 5 الصبح إلى الساعة 10-11 بالليل مرات لحتى مخلص بس فيه شغلات حلوة كثير هي نحنا فتحنا بعتقد أول يوم برمضان حلو يعني توقيت كان سليم بالنسبة لي لأن العالم عملنا بضاعة واشتغلنا وحطينا ونزلنا ونزلنا على المحل بلنا نبيعهم لأي ساعة نزلنا ساعة شيء تنتين ونص بعد الظهر حطينا للكلاج وحطينا هالحلويات شو بتلعوهم شيء عشرين صدر جبته صنف واصناف جديدة وروح جديدة ونفس جديدة بعد محولة نسميهم نحنا المد بأشتغ المدلوقة بأشتغ المدلوقة الترابلسية حلاوة الجبن قصمالية إضافة إلى المعمول المد والصفوف وهو الشغلات اللي نحنا كنا نشتريهم من بيروت هن زيتهم عملناهم أنه يسمى مشكل عربي بيجوا بأصناف حوالي سبعة من أصناف هلا نزلنا على المحل ولعنا الزيت والسمنة وبدأ نقل الكلاج في الدنيا رمضان والصاين بشم لو كانت على بعض كذا طلعت تاريحها يمكن بعتقد خلال نفقته خلال ساعة يمكن ساعة ونص أو ساعتين كنا خالصين شطفنا نظفنا سكرنا وضعنا على البات كنتم سامين السلطان بوقت كنام سامين السلطان ألا بس بدي أنا أن السلطان ما استخصت أمان أو شيء نحن السلطان طبيعي أنا بدي أرجع له من وين إجا اسم السلطان عليه الصلاة والسلام إمامنا علي بن موسى الردر وهذا من هون السلطان طبعا هذا ونحن يعني منه نبدأ أنا كنت أسأل هذا السؤال كمان للعالم تعرف من وين إجا اسم السلطان بالضبط أنه في كذا حدا نحن بتعرف نسأل كمان في كذا حدا قال مثلا بوقتها كانت درجة غنيت جورج والسوف الهواء السلطان لا بعد مننا لك طبعا الاسم موفقين لك كان بهيدا الاختيار طيب ليش وقتها أنت من ما يفادون ليه قررت تروح تفتح بالنبطية بما أنه أنت ضيعتك يعني بالنهاية قريبة وأسهل لك كشغل وكتواصل ومواصلات أو كإدارة أو كمتابعة بتفتح بمنطقتك لا رح تصاب النبطية بهيدا المشروع لأنه بالنبطية كان فيه محلات حلوياتك بالنبطية لأنه عند المحل كان موجود وبلشنا فيه يوم ما حطينا يعني كيفما قفق عملنا جبنا واحدة ألمنيوم مثل هيدا الكنتوار اللي حتى نضعه وكنا من نجيب الكرتون اللي حتى نعبي فيه جبنا الكرتون العادي وقلنا نحنا من نضعه لحتى نعرف أنه يعرفوا أنه من عنا جبنا ختم هذا هيك كبير ثم نختم نحنا على الكرتين وعلى الكيس بكل كيس في كيسه وكل جات بجاته نبعثون ونبيعون وحط يعني كنا نحنا متشوقين أنه مبسوطين كنا عما نبيع وهيكي والعالم عما تتقبل هالشي وعما تشجعنا عليه وطلعوا هن كلنا فعلا يعني أنا وحسان مخيي ومشيت ثلاثة موظفين يعني كانوا بس ثلاثة كنا بس هولي اللي واحد كان بس يعبي معنا هونيك من بيروت هو اللي هيدا اللي كانت هيدا إلى أفشة حلوة وضحكة المعلم يجي من بيروت طلع معه واحد يعني أقول يا أخي إنت لو نجيبوا هيدا معهم نحنا 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 مش مخالصين فيكم ومعنا ندفع معاشات ومعنا كذا ومعنا كذا بهم قال لي مين بديوا عبي لكون مش جيبي بالنا على الشغلة هاي ولعنا بحياتنا مش حاملين مش حاف تعبي يعني شغلة هاي لأ المعلمية يديكي وفعلا هيكي كان قال لي أنا عم بحكي يعني بكل هيك الأرياحية وهي الصراحة مية بالمية هذا اللي صار معنا بالضبط يعني حتى ما إحنا هو إنسان متذلف أو إنسان بغري أنه أنا عملته صرت برنامجنا وحلقتنا هي لتعرف على الشخص وعلى مصدقيته وتعرف العالم عليه أكتر لأنه من بعيد العالم بتشوف الحاج علام بس ما بتعرف الحاج علام كيف هو كيف بيحكي سقافته وعيه ومصدقيته هاي اللي التفاصيل حاج علام لو بيرجع فيك الزمن لورا برجع بتختار نفس البيزنس وبنفس الطريقة أو كنت عملت شي تاني لأ بعمل نفس البيزنس أكيد حلو يعني الشغل بالحلم طبعا أنا كتير حلو أصلا هذا الشيء اسمه إبداع علي إبداع يعني أنت وقت اللي بتكون عم تطلع بشغلة معينة عم تلاقيها قداش هي بتستلاز فيها إنك إنت عملت صنف صح ونزلته على السوق وصار فيه عليه إقبال وتجيع طبعا طبعا هذا التمسط فيه وقت اللي بتنزل كل يوم أو كل يوم بعد يوم أو كل شهر صنف وبيعمل هالشي هيدا تمسط فيه أكيد حلو الواحد أكيد يتضل إيده بمصلحته ويطور طبيعي طبعا هنا فيه سؤال بيطرح نفسه نحن بنشوف بعصاعيد بيروت صيدة ترابلوس نتعرف هنه الأساس بالحلو طبعا ترابلوس بيروت صحيح صحيح بتلاقي فيه أغلب المحلات عندهم صنف باسمه مثلا إكس عنده صنف بسمع اسمه لا سلطان بعده للا ما سمى صنف على اسمه وابتكر هو صنف جديد وهو سمع اسمه وسوق له بشكل صريح يعني هيدا لك نحن برمضان مثلا شهر رمضان نعمل شيء اسمه جد السلطان يعني هيدا تشكيلي هيدا تشكيلي نحن يعني هيدا هل طبعا أنه حتى تسميها سلطانية مثلا أو تسمي شيء باسمه السلطان يعني بعتقد الشغل هو اللي بيعطيك هذا صحيح صحيح بس خائد الشغل الوحيد تشكيل صنف يعني صنف واحد مثلا يكون هو ابتكار يعني منسمينا هذا مثل أنه شغلة ما حدا عمله بعد بلبنان غير السلطان يعني دعوئي دعوئي لماذا نسمي هذا الاسم دعوئيا عملته وضربته عملت اسم بغض النظر هي شو هي وشو تكويناتها صحيح يمكن أنت من مثلا في شيء بالكاك أنا بعرف شو بسموها هي بتكون عبارة عن كذا نوع الكاك بيجمعوهن هن اللي بيبقوا من الحلويات بيجمعوهن 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 عملت اسم بيجمعوهن فأنتو بتتفكروا بهذا الشيء لقدام هلا لك هيدا الشيء اللي عم تتفضل فيه فكرناه من بعض فترة زمنية مثلا اللي نزل هلق عن شيء تقريبا سمي اللي هو البوكيز اللي هو كوكيز بوزا وحشطا وبوكيز من فوق هيدا بيعتقد عملت بربة نوعية جدا السنة الماضي وصلت المرحلة انو نشغل 24 ساعة عصر عليها طلاق 24 ساعة 24 ساعة ومش ملاحنين يوصلوا لبعد الظهر يجي سبونات بدون اياها لبعد الظهر نقل لهم الساعة كذلك حتى توصل يوصلوا يوصلوا ينزلوا من السيارة المبردة من يمكن ما يوصلوا على البرد على الفريزر طبعيتهم والسنة عملنا كمان هلق هادي بيستاشيو والشوكولات كمان نفس الشي ماشين اللي هني لوح شوكولات أخذت ضج كتير كبير هادي هدا شغلكم اللي عايتوا زاد كلما؟ معم فيجي لوح شوكولات منو بيجي على كوكيز منو بيجي على هلق لوتوس هاو نحن ثلاثة أصناب بس عملناه كمان نفس الشي صروا من حوالي الشهرين لهلق يعتبروا انو يعني بدهم يحجزوهم حتى يتلاقيهم موجودين او مش موجودين هيدا الاشي هاولي هاولي بدهم يتميز فيها لوحب يتميز بهذه الشغلات بس بوقتها كنا نحنا عما نشتغل بالشي الموجود يعني بتخترع اشي مثلا الشغلات اللي بعدك انت جاية على النبطية على النبطية الجاية وعلى المنطقة عملنا الشغلات اللي جبناهن اللي كونو مش موجودين صحيح هولي هن اللي نعتبر حالنا هولي ما تتميزتوا فيهم سبقتوا غيركم بخطوة فيهم صحيح طيب سؤال انت من بعد ما بلشت بهيدا الاصناق لقينا بعد فترة نحنا في محلات فاتت وشتغلت بهيدا المجال هل كان للسلطان فضل على هيدول الناس اللي فاتوا وفتحوا بهيدا اللايم اللي نحنا عم نحكي عنه المد بقشطة والتفاصيل هيدا الله هو الفضل فضل لالله طبيعا الفضل عم نحكي كالزيز كشان أنا بقلك انه مثلا بلشنا بهولي الثلاث معالمين اللي اجوا وبس بلش الشغل يقوى والحمد الله بفضل الله وفضل الجميع صرنا نضطر انه منا جيبوا ناس تشتغل اضافة الى الناس اللي يجوا يقولك ياخي اذا بتريد بركة تشغل لها الصبيع عندك صح اجوا بعضهم بأول طلعتهم الله انا ما بدي سمي ولكن بنعتبر حالنا نحنا مش مدرسة جامعة خرجتوا انتوا اغلب المحلات بكل تواضع بقوله بكل تواضع من الاولى انه نحنا جامعة تسعين بالمية من المحلات اللي فتحت من بعض مننا كلهم خرجين من عنا والاغلبين انا افتخر فيهم وببسط فيهم هن بيقدروا هيدا الشيء هون لا بعرف هلا صار هيدا بيقدر هل انت بيقدروا هيدا الشيء انه انت تتخرجوا من عندك ليس له هالدرجة انا باعد فيه كم واحد منهم بعد الحد هلأ اذا بيسلموا علي يوم علمنا مثلا يعني بعدا هيدا الاحترام بيضله موجود في البعض منهم انه لا الله يوفق الجميع انا بتمنى لهم توفيق وانا بمبسط لما بتلاقي ناس وصلوا بمرحلة معينة هل هيدا الشيء هو بيعطيك حافز انك انت تصير بدك تطور اكتر وتشتغل اكتر وتصبق ضلك انت محافز وسابق غيرك بخطوة يعني بالنسبة للبراندينج بالنسبة للمطبوعات بالنسبة لسلوجن واللوجيا يعني يشوف هلا السلطان وين رايح يا حلو بعدك يا حلو سلطان هيدا السلوجينات الحلوة افشات هيدا لو ما في منافس يمكن كان السلطان بعضه لا هلا يمكن ما وصل لهيدا المرحلة لانه هي المنافسة بتعطيك الحافز بانك انت تصير بدك لا تثبت وتفرجي انه لا انا بعدني وانا عم بيشتغل عم طور اكتر من غيري هيدا الشيء اثر اجابا على حال انت جوابت الجواب لحالك ايه فعلا وهذا المظبوط هو ازباري انتوا نحنا ما منقصد انه نعمل نحنا لا سمح الله منافسة او منافسة شريفة اسمها هيدا انه انت شغلك عم تطوره كيف تطورنا من التسعة واثمانين لما كنا بعد ما عم نبيع خمسة صدورة او عشرة صدورة كيف تطورت لحتى صرف زبت كل محل حاله اضافة اني لهذا الشيء هذا انه بس انا بدي الفط النظر لشيء بالتسعة واثمانين بالتسعة واثمانين كان بعده الاحتلال موجود على الاطراف المبطية يعني كل المنطقة محاوطينا اكيدا والمقاومين الله يعطيهن العافية نشده على اياديهم كانوا وقت اللي سير فيه عمليات عليهم وبلش القصف على المنطقة كلها سوا نتذكرها صح شو ما كنا عاملين في ضاعش وما كنا نذكر محلات ونسكر المنطقة كلها ونطلع عبيوتنا مرات يوم يومين لحتى ترجع تفتح وترجع العالم تتشجع لحتى ترجع تنزل على السوق طبعا الى يعني بلد حرب كله كان يعني تسعة واثمانين صح طيب سؤالنا هون شو الاصطاف بانه ذكرت هذا الموضوع شو الاصطاف اللي بتبيت عن محلة الحلوة يعني منشوف مثلا احيانا حدا فاتح بمطرح وفاتح نفس الاسم بمطرح تاني هايدي المطرح في عنده ضغط شغل بتلاقي كل يوم بينزل اشياء جديدة المحلة الثانية اللي عنده بمطرح معينة بتلاقي مثلا كل يومين ثلاثة ليغير السدر هل هايدي الشي بأثر سلبا على جودة النكهة وشو الاصناف اللي بتتحمل الوقت والاصناف اللي ما بتحمل الوقت انك بيت حلا لايك هايدي في ناس كتير لما بلشنا نطلع شوي شوي ناس كتير يقولوا مانا ناخد نحنا فرانشيز يعني تمثيل تجاري صح نحنا الفرانشيز انا وقية كنا اهدين قرار انه هيدا لانه ما منا نعطي لحدا الا اذا كان الفرانشيز تحت ادارتنا نحنا وهيك لازم وهيدي التجربة صارت هلو عنا هذا الغزيل بزل كنا نحنا ننصح ونقول له نحنا اذا بقي عنا شي خاصة يعني شي الاشطيات والشغلات هيدا ما بتبقى لا تاني يوم ولا تبريد ولا شي اذا اغض حتى تلت بريد تفقد هالا بس مال عليكم انا بروحش ساعة اثنانة بدي يجيب ما تبقى اشطة مبلاء يعني يكونوا نافئنا بكير تعملوا حسابكم على هيدا الموضوع بقى هيدا عشان هيك نحنا نقول له تحت ادارتنا انت ممكن يكون مالك قلب انك انت مثلا لانك اخد فرانشيز ودفع قلب ضعه تقولوا انا ما بدي كبة نحنا ما منكبة يعني ما نوزعها ما نعطيها يعني يعني ما بلا اوكي يعني يعني ما نوزعها اكيد عارف كيف ما منخليها لا اصناف اللي بتوقع مثلا البقلاوة اكيد اذا بقت لتاني يوم ما بالعكس ما بتأثر ابدا بالعكس مرات البقلاوة ارتاحت بالمحل لتاني يوم مثلا ما فيش مشكلة عليها نهائية بعض اصناف المعمول الماد مثل التمر او شي كمان معلقة الشكلة شو الصعوبات والمشاكل اللي بتواجهكم بالمصلحة يعني كم بدأسأل سؤال شو الفرق بين قبل وهلأ يعني مثلا نحنا قبل كنا ننزل صنف قدي بدنا وقت لا يوصل على العالم ان السلطان عنده صنف جديد هلأ نحنا بعاصر السوشيال ميديا يمكن باعلان او بشغلة نحنا نقدر نوصل على العالم شو الفرق بين قبل وهلأ بالنسبة للتسويق وبالنسبة للشغل اسهل قبل او اصعب قبل كان يعني زبونات اللي يجل عندك والمحيط اللي حوالك نزل صنف جديد بيشوفوه كان اكيدة يمشي بس ولكن ببطء بده وقت العالم لكن هلأ اكيدة كل ما عم يتقدم السوشيال ميديا كل ما انت عم اي صنف بتنزله متل قلتلك قبل شوية عمه فعلا يعني خلال يمكن اسبوع ما بعرف كان مئة الف مشاهدي وعمل ضجي وعمل كذا انا مش كتير يعني باهتم الله الشغلة ولكن بقول انه الحمد الله انه يعني هيدا شي مقبل وشي بالنسبة لشغلكم بحلويات السلطان انتو من لما بلشتوا من 89 لليوم كيف قدرتوا تحافظوا على الجودة وكيف قدرتوا تطوروا كمان بهذا الموضوع خصوصا احنا امرأنا بتعرف بلبنان مطبات طلعتنا زادت عندك كورونا في وقت الكورونا العالم سكر انتو في عندكم اشياء مستوردة من برا كنتو تكشووا البديل اللي كانوا وشغلة تاني وقت كمان الدولار رح نسأل سؤال هيك شوي يكون شامل وقت الدولار لما صار يلعب الدولار يطلع وينزل صار في مشكلة انتو بتسعروا انتو برودويلة بتجيبوه غالي بالدولار كيف قدرتوا تحافظوا على الجودة وعلى الزباين بنفس الوقت تميهجوا الزباين يتفاجعوا بالاسعار هلأ بالنسبة للنوعيات اللي بالبضاعة اللي كنت تجيبها هن الاصناف هن زيتهم والتجار اللي كنا نتحامل معهم اكيد بيضلوا هن محافظين كيف نحلامهم محافظ عاسم كمان هن بيحافظوا عاسمهم بس عفوا سؤال هون ببرقوا بشكل بسيط في محلات بتجيب بمطارح نوعيات أقل جودة يعني تفرق من محلة محل والله خلاص الحلو حلو والسكر سكر والقطر قطر لا كيف نحكي نوعيات السمن بتختلف نوعيات الديجتالين السمن للديجتالين بتختلف السكر بيختلف حتى السكر نفسه بيختلف طبعا السكر الأوروبي يعتبر هو الطب الأول السكر الثاني اللي بيجي مثلا بتشوف بستقليه بيصير لونه أحمر يعني العالم بدا تقدر كمان هذا الشي انه هي عم تاخد نوعية معينة هي بقى التجار اللي كانوا هني يجيبونا البداعة بيضال في عندهم على طول موجود بستوكاتهم هلأ هني بالإعلام برا بتقول انه نقطعت هذا الصنف هذا الصنف لأ نحنا مكاننا نقطة إلا طبعا هلأ تخفي كمية تبعيتهم لأنه أكيد الشغل خفيف يعني يحموكم كانوا التجار بالنسبة للبداعة بالنسبة للدولار يعني كنا مثلا بلا ما نجيب كميات اللي كنا نجيبها قبل بالنسبة لأول شي الكورونا بالكورونا بعتقد سكرنا نهائيا فترة مش شهرين ثلاثة ورجعنا بس فتحنا بسمحه ونفتح كان نفتح بطريقة مثلا اللي كانوا انه يفرضوها علينا حط الطاولة برا والكمامات وكيف طريقة الشغل بدا تكون يعني كانت كتير دقيقة دقيقة كتير وبالنسبة للدولار الدولار مثل ما قالنا لك انه كنا نجيب بضاعة كل يوم مثلا قدامنا بخلال 4-5 أيام كنا نجيبه ونخليه حتى لا سمح الله إذا صار في تسكير وما يضل عندك بضاعة أنت وسطك محطوط صحي حاج علام شو أكتر صنف عندك بالمحل بتحس منه ماخد حقه وانت حضرتك شو بتفضل أي صنف يعني كحاج علام شو أكتر شي بحب عنده بالمحل لك هايدي هاي شغلي بالزاد كيف انت بتطلع بولادك ما فيك تفرق من واحد الثاني لهالدرجة لهالدرجة هاي بعتبر أنا كل الأصناف اللي نزلناها من أول يوم فتحنا لغاية هلا بعتبره أنه هايدي أنا ما فيني فضل صنف عن صنف ما بقدر أنا بحب أنه كل من يكونوا سواسيا شو الصنف اللي مش ماخد حقه عندك بشكل عام يعني بتحس أنه لازم بتحب أنت تبيع منه بتحب العالم تجربه لا أعتقد أنه فيش صنف معين عبدا معين أنه مش ااخد حقه يعني كل صنف اللي زبونه بالضبط بالضبط هاي ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا